اكد عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور عبداللطيف الخلافي انه مع تطبيق شرط الاهلتس ولكن لابد ان يتم دراسته وابلاغ الطالب منذ صف الحادي عشر حتى لا يصطدم في مثل هذه القرارات في السابق كان الطالب ما يطلع الا لما يجي برمعين خمسين بالتوفل بس شما هذا حدث في المقابل جو الى مركز التدريب اللي تابع الوزارة التربية في الجامرية ووضع الطلاب هناك وعطوهم برامج مكثفة واستفادوا كثير جدا بالأكسس تانس يقول ليش انا ضيع سنة كاملة لغة في امريكا وغيرها فاعتقد ان الخطوة كان مفرور تسبقها خطوة اللي هي الاعداد انا كولي امر طبعا حتما راح يأثر عليه بما اشوف ولدي باللحظة الاخيرة يقبل للبعثات ثم وفاجأ بان شرط اللغة طيب ليش ما بلغت من اول فهذا مهم جدا انه احنا نتكلم بصراحة يعني لان الجو اكاديمي لازم انسان يكون واضح وصريح مع الطلاب الهدف نبيل وسامي هذا ابناء الطلبة اثمن ما لدينا هم ابنائنا ما نبيهم يروحون هناك اللغة يضيعون ليش انا ابعت الطالب سنة كاملة يدفع على رواتب ومخصصات وغيرها حتى يتعلم اللغة ياخد جزء من هنا وثم يكون جاهز 500 بالتوفل انا على عموم بدون ذكر اسماء دخلت على مواقع بعض الدول الزميلة شقيق اخواننا في الخليج وجدت ان حطي شرط للتوفل 500 عشان ياخذ البعثة لكن اعتقد ان سبق ذلك تخطيط سبق ذلك احاطة ولي الامر والطالب بهذا الموضوع فاذا احطنا الطالب بهذا الموضوع يسقط عذر الطالب في اي موضوع وما اعترامنا الشديد طبعا الاخواننا وحبايبنا اعظم اجلس الامة لكن في الاخير يجب ان يكون هناك توجه من الوزارة انا بطرح برامج لغة انجليزية للطلاب حتى يساعد الطالب في اعداد للبرامج القدرات في جامعة الكويت وبالتالي انا مع فتح المجال لطلاب السنة 11 و 12 تعطيه سنتين لغة اذا اجتازه 11 ممتاز شاطر اذا ما قدر لانه مدة التوفل سنتين والايلز فالاختبار مدة سنتين اذا قدر الطالب بجدارته وكفاته ياخذ الاختبار التجريبي ويطوفه يكون جاهز ياخذ البعثة على طول يسافر اذا ما قدر يكمل سنة 12 لكن عد الطالب فرصة قبل ان تحاسبوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة